وإلى تشقند حيث استقبل فخامة الرئيس شوكة ميرضيا إيف رئيس جمهورية أوزباكستان معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وعددا من المسؤولين وذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد حكومة دولة الإمارات إلى أوزباكستان في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي ورحب الرئيس الأوزباكي بوفد الدولة مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى الإمارات مثلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن الإمارات بقيادتها الرشيدة تتبنى نهجا قائما على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادف إلى تحديث وتطوير تجارب العمل الحكومي لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات